طيب احنا عايزين نسرق منك بقى كده كام تيب يعني قولنا الاول اول حاجة عملتيها من الحاجات اللي عملتيها وديتيها لصحابك في البيت لا بوسي هي ماسكات اوكي اوكي دينا بس شوية حاجات نعمل ايه بوسي ماسك مثلا يشد الوش غير العصر بوسي كناتيرل انجريدينت دايما يقولك الموز الناتيرل بوتوكس وهو فعلا ليه افت كأنه بوتوكس طبيعي بالزبط يعني بخلطه مع معلقة عصل طبيعي الموزة نفسها ولا اشراها لا الموزة اوكي لا اشراها حاجة تانية اشراها انت ممكن تعملي زي سكراب لوشك لوشك بيها تاخدي القشرة ومن جوه دهرها اللي هو من جوه اه من جوها وممكن تعملي بيه سكراب لوشك اوكي دا بيعمل ايه دا بيشد البشرة بيديكي الايفاكت بتاع انها تبقى مجدودة وطايت او اه فبصي من انجح الدي اي واي ماسكات اللي عملتها في البيت هي كانت الموز بالعصل الموز بالعصل برضو بيشد اوكي بتخلطيهم كويس قوي مع بعض بيبقوا عاملين زي البيست وبفرشة اللي هي زي فرش الرجاجو او الماسكات بتبتدي تتوزعيها على وشك وطبعا كله يبقى في اتجاه لفوق اوكي ممكن اسبوع مش اكتر من كده بس هو عمره ما هيضر ان انتي ترجعي تعمليه يعني فاهمة ان انتي هتعمليه نفسك وهتعمليه في بيت في وقتك اللي فاضي ممكن بالليل وانتي بتتفرجي على التلفزيون ممكن الصبح وانتي بتعملي حاجة في المطبخ يعني فاهمة قصدي دي سهولة الموضوع ان انتي ممكن تجربي طبعا فيه ناس بتختلف تماما مع الكلام اللي انا بقولهولك بس ليه بيختلفوا يعني يعني ممكن يبقوا حاسين انه مالوش اهمية مالوش اهمية او مالوش فايدة حقيقية بس بس ليه لا احنا قبل ما نبتدي تصوير عادنا انا وانتي مع بعض بنتكلم عن قد ايه ان امهاتنا وجدتنا عمرهم في حياتهم ما كانوا بيحطوا حقا في وشهم او ما كانش لسه ما كانتش الحاجات دي موجودة ولا المكان ولا البوتوكس ولا الفيلر وبالعكس هو ما وشهم كان يعني سنهم مش سنهم بس بوسي اي حاجة زي دي ريهام هتلاقي دايما الناس بتختلف عليها يعني عمرك ما هتلاقي الناس كلها متفق على نفس الحاجة زي احنا في الكام سنة اللي فاتوا سمعنا عن الطب البديل او اللي بيسموه الهوميوبثي في ناس بتدرس العلم ده وفعلا بيجيب نتيجة وانا شخصيا جربتوا مع اولادي وجربتوا مع نفسي ولقيت ان في نتيجة في حالات معينة لا بيمشي بيمشي كويس قوي هتلاقي دكتور هيقولك لا ده الكلام ده مش حقيقي والكلام ده فوارد ان يبقى فيه اختلافات في الرأي او الاسبتات العلمية في الكلام ده بس يعني في الاخر انا اللي انا بعمله ما هواش حاجة هتضرك طبعا يعني هي لو ما فدتكيش قوي زي ما ممكن يفيدك الحقن او يفيدك المكان والكلام ده كله فعمرهم هتضرك عمرهم هتعملك حاجة حاجة هتأذيكي يعني فيه حاجات ما تقدريش تحطيها على وشك يعني انا ضد مثلا اللمون انه يستعمل على الوش او الخل بس اوكيه على الجسم بسمع ان اللمون اوكيه يتحط في مثلا فيه ناس يعني فيه ناس بتقولك ممكن باللمون على الادين او يعني الرجلين او حاجات كده والدوافر والدوافر طبعا وكده بس على الوش مثلا انا مش كل حد يستحمله كمان لا وصعب لا ده ممكن فعلا يعمل يعني ري اكشن مش كويس او حاجة فعلا بس